الآن إخواني وأخواتي نبدأ بشرح مسألة التيمم التيمم لا يخفاكم بأنه بدل عن الماء فالتيمم بدل عن الماء والتيمم ينتقل إليه الإنسان في حالتين أو الحالة الأولى عند فقد الماء عندما يفقد الإنسان الماء مطلقاً أو يكون عنده ماء لكن للشرب فقط بحيث أنه لو استعمله أضر بنفسه فينتقل إلى التيمم بالتراب والحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء إما لمرض إما لخوف شديد مثلاً أو برد شديد يخشى أنه اغتسل بالماء أو توضأ بالماء هلك أو خوف مثلاً مثل ما حصل لعمر بن العاص رضي الله عنه لما كان في غزوة ذات السلاسل وكان جنوباً وصلى بأصحابه بالتيمم فسأله النبي سلم فقال يا رسول الله يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة لو اغتسلت هلكت فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولذلك إخواني التيمم ما يلجأ إليه الإنسان مباشرة هكذا أو يتساهل لا وإنما في حالتين فقد الماء أو وجود ماء قليل يخشى على الإنسان إن هو توضأ به يهلك أو يعني يكون في حرج ومشقة والثاني العجز عن استعمال الماء إما بوصية طبيب إما لكون الجو بارد وإما لكون الإنسان يخاف مثلاً إن هو أوقد ناراً أو شيء من هذا القبيل